اكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع منظمة السياحة العالمية بما يسهم في ترسيخ بنية تحتية متطورة للسياحة خصوصا في إطار استمرار صياغة وتبني الاستراتيجيات الداعمة للجهود الدولية الرامية لتسريع تعافي قطاع السياحة والسفر حول العالم بعد الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا جاء ذلك لدى اجتماع سعادتها مع السيد زوراب بولوالكشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية وخلال الاجتماع شارت الصيرفي إلى همية وضع إطار عمل مشترك بين مملكة البحرين والمنظمة العالمية يتم من خلاله تعزيز تبادل أفضل التجارب والممارسات ذات الصلة بصناعة السياحة والتطورات التي تشهدها خاصة على صعيد الاستدامة وتوظيف التقنية الحديثة هذا اتفق الجانبان على توفير تدريب عمليا للمواطنين الذين يعملون في قطاع السياحة بالمكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية ومكتبها الرئيس في العاصمة الإسبانية مدريد كما تم الاتفاق على تعزيز العمل المشترك تجسيدا لشعار إعادة التفكير في السياحة